تعال اتفضل معنا معايا الدكتور احمد دكتور تغذية وهو بيفيه بني عن اسباب النحافة يعني مسلا بدل ما ناكل صمرة الفكهة بدل ما ناكل صمرة الفكهة نفسها لا نعملها عليها تعصير الشخص اللي عايز زيد في الوزن بننصحه بشكل مستمر حاول كل شيء تكون سهلة وسهلة في الهضم لان الهضم يبقى عندك غالبا بايز فانت او تصلح الهضم بتاعك زي ان انت تمضغ ببطء وتاكل ببطء الاكل البطيء والمضغ البطيء مشكلتنا ان الدنيا بتجري وكل حاجة بتجري معاها حتى اما اه يعني اه حتى ما بناكل بنكل بدل ما بنكل عادي كده لا بنكل بسرعة يعني كل حاجة بتجري حتى بنجري في الاكل واحنا بنكل كده عايزين لنا عشان وراي الشغل معين وعند حاجات معينة لازم اخلصها صحة كده? فانا بس فانا 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 بشكل بسيط جدا بقول لك لو احنا عايزين نحل مشكلة لابد ان احنا نعرف ما هو السبب اللي موجودة عندنا ممكن نعمل تحليل صورة دم كاملة نعمل تحليل براز نعمل تحليل الغدة الدرقية من خلالهم نقدر نتأكد هل عندنا مشاكل صحية مطلعش عندنا مشاكل صحية الموضوع ضغط بنفسه يبقى نركز على البيتامينات والاملاح المعدنية اللي انا قلتلك عليها ممكن ناخد بعض المشروبات مسلا اللي بتفتح الشهية زي مشروب البابونج واليانسون والحلبة وهذه الاشياء برضو بتفتح الشهية ومع ومع اه مع شرب الشاي والقهوة ونحاول نراكز على العصير الطبيعية وممكن مسلا بعض الحاجات اللي بتزود الوزن زي المانجا اشتركوا في القناة